اليوم الحكومة تقول بأنها توجه دعم لمن يستحقه وبأنه صحيح ربما قد تكون هذه الإجراءات قاسية على بعض الفئات الاجتماعية ولكن هدف الأسمى يبرر كل هذه الأمور لأنه اليوم عدنا تعميم للتغطية الاجتماعية عدنا دعم للسكان دعم مباشر خمسات المليون تقريباً دي المغربة كي يستفدوا من برامج الدعم المختلفة التي توفرها اليوم الحكومة بحسب ما تقول وبالتالي ارتفاع الأصعى وزيادة البوطة بالنسبة للحكومة لن يكون مؤتفاً بشكل كبير إلى أي حد هذه المعادلة في رأيك صحيحة وعملية وقابلة التنفيذ لا وهذه حقيقة هذه حقيقة ما يمكنش نختلف عليها غيره ومن يقول حقيقة المغربة نقول حقيقة كاملة ولخصنا نأكد علي اليوم لا ينكر إلا جاهيد بأن واحد مجموعة من الناس اليوم لا ينظر عن الإمكانية للمستشفى العمومي أو المستشفى الخاص بغض النظر على الإمكانية المادية لأنه لا ينصر لأنه في العادي القريب كان ينزل للراميد عندهم المستشفى العمومي ويجبونه ويجبونه يمكن أن يتسلف من جارة 500 أو 600 درام ويمشي على طبيب خاص ويدوز عنده ويتعود جزئياً تعود ماشي من المستوى يدوني عليه ودرنا حلقة فالتجاه هذا تعود بقي قليل من المستوى ولكن إمكاني يكينه اليوم مثلاً أنا كنت أفتخر من أن نسمع بأن اليوم عندنا سفر حالات دياليز اليوم عندنا أماد مزميلية كبيرة اللي فيها الاتجاه هذه الأماد السرطان أماد القلب هذه الناس اللي ممشوا أكثر من ذلك هو أن اليوم عندنا أطفال المغربة أصبحوا سواسية إلى عيادين قريب بين السنة الماضية كانوا أطفال ديالي قطاع العمومية 300 أو 300 درهم على أطفال التفل الأول والثاني والثالث ورقم آخر على الرابع والخمس والسدس وأطفال ديال المداشير والمهار الحرة والناس اللي خدمين موايوين ما عندهم ولي اليوم على الأقل أصبحوا جميع أطفال المغربة السواسية لديوا تعودات عائلية هذه أمور مهمة الأمر آخر هو أن إلى عهدين قريب كان لدينا واحد سيد شيفور يلتاكسيك يخدم مهمة الأتفال من 11 عام أو 25 سنة أو عشر سنة وعشر سنة ومن يكون لدينا بأسكين صحيحي لكي يراجعوني إلى جلس في الدار لا يعيد ولا دخل أو شي شيء حاجة على الأقل معظم على الأقل معظم المغربة إجتماعية يقولون أنوا لديوا مغربة أمر آخر هو أنوا يكون أحد السيد في لديهم واحد المقاولة وعندوا واحد البنية وعندوا واحد الزوجة ودرون في لديهم مع واحد المقاولة جزائي لأنوا يحبون ويجب أن يتحدث معهم ويجب أن يكون لديهم أفضل قفوة على الأقل مع هذه الشمعات التي تكون لدينا أفضل ستواجدنا ولكن الحكومة تقولون لمغاربة تقولون أني أنا كحكومة في هذا المنظر الأولانية الطبقة المتوسطة ليست أولويتي سأذهب مع الناس عندما يتعاون معهم ويجب أن نقوم بحضل صحة والتعليم والدعم الاجتماعي والمعاشي أخوك المتوسطة لأنني أعلم أنكم لا توجد الحلقة الأضعى ولكن لا يوجد أن نقوم بحضل الرماد في العيون مثلاً من حكومة في حوار الاجتماعي تضطيع العام ألف درهم وزيدة طلقة غير مباشرة في الدريبة على الداخل كنت أدعم مباشرة على 500 درهم التي ستصل إلى 1905 درهم في أفق سنة 2026 وقد أدعم طبقة متوسطة كنت أدعم القطاع الخاص وحد السيد الذي أرتفع عليه الغاز والفينيات والسيغون وصم التمدرس للوليدات والوياجر والكل شيء وقد أقول لي أن في سنة المقبلة ستربح 150 أو 300 درهم هذا كنت أسميه أنه بالدريجة سيكون على الدقون